تمليك الثالث هو تمليك التوانسة إلى الشاغرين لعقارات الأجانب هذا هناك اختفاقية بمختضاها الدولة التونسية شريط شريط اقتنات مجموعة من العقارات تقريبا أكثر من 7000 عقار موجود خاصة في جهة تونس الكبرى وبنزرة اليوم من الدولة الفرنسية وهي عقارات كانت على ملك الأجانب ملك الفرنسيين موجودة في تونس وهي الآن مستغلة وشاغرة من طرف التوانسة الدولة التونسية شريطة كفلت بها ملكة الدولة باعتبارها هي أصبحت ملكة لهذه العقار كفلت بها الشركة السنيت بشية تتصرف تقبض الكروات وتقوم بالصيانة وتقوم برفع قضايا ضد الناس الشاغرين ولكن الهدف هو التفويت في هذه العقارات للتوانس الشيغرين لأن الدولة فيش قام عندها بورتمانات وعندها ديار وعندها معنا ما فماش عليه 7000 العملية الاشكالية لقينا أنه من 7600 عقار الآن تقريبا بعد 20 سنة ما تم التفويت إلا في 3000 عقار ابقات أكثر من 4000 عقار متبعوش وجزء كبير من هذه العقار أصبح متدائل سقوط وقد جيت ناسها لشن هو الاشكال؟ القينافة مشكال تشريعي التشريع القانون عمل شوي شروط مجحفة للانتفاع بهذا التفويت وقدر القيمة حسب ما يقدرها الخبير أملك الدولة يعني السعر يطلع مرتفع طيب إنسان كاري متسوغ عنده 40 سنة 50 سنة جيت قوله بش نبيع لك الدار هذي 200 ألف دينار و300 ألف دينار وهي بكل رأي طبقة متوسطة تحت المتوسطة وفقيرة اللي مالكة وشيغرين عند ملكة جانب 10 ألف فرانك وبستة ألف فرانك وبعشين الفرانك بتالي جيت كله اليوم 200 و300 ألف دينار يعني سعيد نحن الدولة مش بش بش تدخل فلوس معنا عند هاتي الطبقة ضعيفة وبالتالي اليوم فهم مشروع قانون إن شاء الله لإنه بش الراجع على الشروط هذه لتمليك التوانسة اللي اليوم شغلين لعقارات على ملك الأجانب يلزم معناه أن راجعوا هالأسعار ونراجعوا الشروط ونمكنوا ونسرعوا عملية التفويت في أقرب الأجان لأنه اليوم ناس قاعدة تموت وناس أخرى قاعدة تستولى وناس قاعدة تقوم بعملية تحيل وتدليس وثائق باش يفتكوا هاتي العقارات وعقارات أصبحت متدعية للسقوط الدولة مش قادرة بش تصلح السنية مش قادرة تصلح هما كارين بمبالغ بسيطة ومكاناتهم ضعيفة مش قادرين بش يتصلحوا بش تولي خراب موجودة حتى داخل العاصمة موجودة في المدن عمرات متدعية للسقوط هذا شيء من نجموش نسقطوالية زي من نسوي الوضعية ملك العباد خليه هو كان ينقدر بش يصلح بش ياخذ قرض ولا يبيع وغيره يصلح وتتسول وضعية ونحرر العقار وبتحرير العقار نعطيه رأس مال للتوانسة يستفيد منهم في حياتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر